السلام عليكم و مرحبا بكم في صفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديره حلوه اقتصادية بزاف بنينه هاد الحلوه لما دقتها روعة مازيج بين الفلون كاكا و نواد كوكو تجيب ما شاء الله و تقطع كمية كبيرة نبدأ و بسم الله عندي 250 قرام مارغارين تكون طرية من الاحسن تكون طرية راح نضيف عليها واحدة فلون بدوق الكاكا مال يعني ماشي بدوق الفاني و ماشي بدوق الشوكو و بدوق الكاغامال لازم بدوق الكاغامال باش تخرجي لكم النتيجة هيله انا درت 100 قرام يعني هادك الصاشي الكبيرة اللي يتبع معها الكاغامال ديالها نضيف عليها زوج حبات بيض نصف كاس سكر ناعم اربع كاس تح الزيت و قرصات على الملح الكاس اللي يتبعه دع 240 حتى 250 مليلتر و راح نخدمهم هكذا بيدي يعني المكونات نضيفهم دفعة واحدة و هكا نخدمهم بيدي حتى نتحصلوا على جواب بوماد بهاد الشكل كي ما راكوا تشوفوا و راح نضيف عليهم زوج مغارف كبار كاكاو بني يكون من الاحسن بني و المدق تاعو يكون مليح و نضيف زوج مغارف كبار جوز الحند و لانواد كوكو و تقدروا ديروا حتى نصف كاس يعني على حساب لقود يا لكم ليح بالقود عنواد كوكو بزاف يدير نصف كاس و ندخلهم مليح في الخاليه التاعي و في هاد المرحلة كي ضفت الكاكاو يعني هاد الكاكاو معلل فلون كاغامال راح يمد وحد الريحة يعني ما نسحقوني لفانيني والو الفلون راح يكون كافي هكا ما زال ما طابتش و الريحة التحارة هي بزاف شابه و الماداق تحي يجيروها يعني هاد الحلوة ننصحكم تجربوها على بالي و متأكدة بإذن الله راح تعجبكم فهاد المرحلة راح نضيف الفارينا نضيف زوج كيسان فارينا و نضيف عليهم وحدة خميرة تاع الحلوة يعني ما ضفت لهاش الميزينا و تجينا خفيفة بزاف اعلاش هادك الفلون هو اللي راح يخليها تجي خفيفة و اللي عندها الفلون هادك صغيرتها خمسين كرام تدير زوج باكيات وبالنسبة للحلاوة هاد الحلوة تجينا عادي يعني تجينا الحلاوة تحا معتديلة هكا نبقى نضيف الفارينا نضيف الكاس الثالث و نزيد نضيف الكاس الرابع بهذا الشكل و هكاك ما زالها طريا زد ضفت لها حوالي تلتم غارف كبار فارينا ولا تقدرو يعني نص كاس تكملوا بالكاس حوالي نص كاس و كما قلت لكم لازم تستعملوا فلون بدوق الكاغامل هادك اللي يجي معه يجي الكاغامل تاع السائل معه هادك راح يمدي لكم بزاف ريحة بنا هايل 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 يعني هاني ناكد و نعاود باش جيكم الحلوة تاعكم بنينا نرجي طاولات العامل بشوية تاع الفارينا و راح ندير حربوش يعني كما نخدم المقرط ما كاش اسهل من هاد طريقه لا تابع لحلال لهوالو يعني تمتم تخدميها و تنوضي معانتها ماكسيموم ساعات كوني خدمتيها و تخرجني كميه كبيره انا خرجتلي 48 حبه و دي يعني الحجم تاع الحبه راه متوسط لو كنديريها شوية صغيرة راح تخرجلك كتر من 50 حبه نجي نقطعها بهاد الشكل يعني مقروطات و الهنا ملاحظه من الاحسن تديرو الحبه صغيره شوفوش حل دبتها صغيره و هاكدك و خرجتلي كبيره من الاحسن تديروهم صغير كامل بس كو علاش كيددخلوا للكويزينياغه راح يكبروا يعني اللي يضاعف الحجم ديالهم و تاني كي نزيدو نرمدوهم فلان وات كوكو راح يزيدو تاني كي يكبروا نكمل كامل الحلوى ديالي بنفس الطريقة و هذا هو الشكل دياله حطيته في بلاتو كنت دهنته بشوية زيت و رشيت عليه الفارينه هكا باش ما تلسقليش و راح نديرها الطيب على 180 درجة يعني نكون شاعات الكويزينياغ تاعي مقبل و الحلوى تاع الكاكاو بزاف اللي يغلطوا فيها هي شوية صعبة في طياب ديالها كيفاش طيبوها كي تشوفوها نشفت يعني اللون تحت تغير وتولي لكم ماران كلاه فهاديك المرحلة تطفوا عليها يعني مشي حتات حمار ملتحت غير تشوفوها نشفت صاية الحلوى راهي وجدة متكطروا لهاش طياب انا لي الامانة مشعلت لهاش كامل من فوق غير شفتها نشفت مسيتها بيدي حسيتها نشفت صاية نحيتها و خليتها زادت يعني زيت تنشف برا لو كانت كطروا لها طياب راح تجيكم يا بصا شوفو كيفاش ولت يعني اللون تحت يتبدل يولي شوية كلاه هذا ما كان نخليها تبرد ملاح و راح نكمل الوصفة تاعي عندي معجون تاعي المشماش شوفو كيفاش راهو و وش راح ندير اللهنة راح نديره على النار و نسخنه ملاحتي ولي لي سائل بهذا الشكل شوفو كيفاش يولي و نخليه يدفى شوية باش نخدم به يعني علش اللهنة سخنتو هكذا باش كندخل الحباديالي ما ترفيش كمية كبيرة تاعي المعجون و كنجي نرمضها فلا نواة كوكو يعني شكل تحامي يجيش كامل شباب عندي نواة كوكو ولا جوز الهند و من الأحسن يكون شوية خشين و راح ندخل الحباديالي في المعجون و نرمضها فلا نواة كوكو يعني هالطريقة راهي معروفة حكا نقطرها مليح من هادك المعجون و بهذا الشكل و نكمل كامل الحلوة ديالي بنفس الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة 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 utiliser تبعتوا لي تمك وفي الآخر إذا عجبتكم الوصفة نسونيش بالجام والكومنتر سلام